حالة من الترقب تسود الشارع العراقي مع الاستعدادات الجارية على قدم وساق لاستيناف الاحتجاجات التي انطلقت مطلع الشهر الجاري بعد انحدد المتظاهرون يوم الجمعة الخامس والعشرين من تشرين الأول موعداً للموجة الثانية من الانتفاضة المطالبة بإسقاط النظام الفاسد التحضير للاحتجاجات جاء بالتوازي مع تبني شخصيات وقوى سياسية بارزة لأول مرة خيار التظاهر في محاولة معتادة لركوب الموجة خوفاً من غضب الشارع والتفافاً على مطالبه الصريحة برحيل الطبقة السياسية كلها لا سيما بعد أن وجدت حزم الإصلاحات الحكومية رفضاً من طرف المتظاهرين الذين رأوها مجرد وعود شكلية لامتصاص نقمة الشارع حتى أن بعض الإصلاحات اعتبرت استفزازية ومنها ملف الوظائف الشاغرة التي أعلنت الحكومة عن توفرها بالآلاف وهو ما يعني أن الموارد المالية والدرجات الوظيفية كانت فعلاً متوفرة إلا أن الحكومة حبيستها لاستخدامها في الدعايات الانتخابية لأقطابها أو أنها كانت مخصصة لتوزع على الأحزاب المهيمنة على مقدرات الدولة على الجنب الآخر تتصاعد التحذيرات الحكومية استعداداً لصد الاحتجاجات التي يبدو أنها ستكون أعتام من سابقتها حيث تواصل القوات الأمنية انتشارها بعد إعلان حالة الإنذار القصوى كما شهد الشاحنات تنقل كتلاً اسمنتية بغية إعادة إغلاق المنطقة الخضراء والجسور المتجهة إليها تخوفاً من تكرار عبور المتظاهرين إلى مقرات الحكومة والبرلمان والمؤسسات الأخرى التي تتخذ من المنطقة الخضراء ملجأً لها بالتوازي مع الاستعدادات الأمنية تتواصل المحاولات السياسية للتخفيف من حدة الاحتقان الشعبي حيث عقدت الرئاسات الثلاث اجتماعاً داخل المنطقة الخضراء ضم رئيس الجمهورية برهم صالح والوزراء عادل عبد المهدي ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي ورئيس مجلس القضاء فائق زيدان الاجتماع تحدث عن تنفيذ المطالب المشروع للمتظاهرين ومكافحة الفساد وتأمين حق التظاهر السلمي وحرية التعبير كلام ستنكشف حقيقته الجمعة مع أول جولة في ساحات التظاهرات مطالب إسقاط الحكومة وملاحقة الفاسدين في الداخل والخارج انضم إليها مطلب الكشف عن الجهات المسؤولة عن قتل المتظاهرين بعد التقرير الهزيل الذي خرجت به لجنة التحقيق الحكومية بشأن قمع التظاهرات التي سقط خلالها مئات الشهداء وآلاف الجرحى فالتقرير الذي برأ كبار القادة السياسيين والميليشياويين وحصر المسؤولية بضباط في الجيش والشرطة أشعل الشارع العراقي غضبا وسخرية ما سيعطي زخما إضافيا لتظاهرات الجمعة التي قد تمثل تحولا محوريا في تاريخ العراق الحديث الذي يكتب اليوم بدم أبنائه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر